أعزائنا طلبة الصف التاسع الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحن الآن في مجال الحديث الشريف والجزء الأول من درس المسؤولية المجتمعية أهداف الدرس يتوقع منك عزيز الطالب في نهاية الحصة أن تقرأ الحديث الشريف قراءة صحيحة تترجم لراوي الحديث الشريف توضح معاني المفردات والتراكيب الغريبة والجديدة والآن عزيز الطالب افتح الكتاب المدرسي على الصفحة الثانية والثلاثين ودون إجابتك عن سؤال التهيئة من نعم الله تعالى علينا أنهدانا للإسلام وجعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر استنتج من الآية شروط خيرية الأمة أحسنت عزيز الطالب إن شروط خيرية الأمة الوالدة في الآية ثلاث الأول الأمر بالمعروف والثاني النهي عن المنكر والثالث هو الإيمان بالله فمن كان يؤمن بالله تعالى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر الهدف الأول يتوقع منك عزيز الطالب أن تقرأ الحديث قراءة صحيحة خالية من الأخطاء فاستمع الآن لقراءة الحديث من المعلم ثم شارك في قراءته أحد أفراد أسرتك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أكرر الحديث مرة أخرى وبعد ذلك أترك لك المجال لتغلق الفيديو وتقرأ الحديث لأحد أفراد أسرتك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم بعد قراءتك عزيز الطالب للحديث الشريف على أحد أفراد أسرتك يمكنك الآن أن تنتقل معي للهدف الثاني وهو أن تترجم لراوي الحديث الشريف والآن عزيز الطالب افتح كتابك المدرسي على الصفحة الثالثة والثلاثين واقرأ عن راوي الحديث واستعد لإكمال المخطط معي في الشريحة التالية سوف أقوم بمعاونتك بقراءة المادة الموجودة في الكتاب نبدأ مع بعضنا البعض بالتعرف على راوي الحديث هو سعد بن مالك الخدري الخزرجي وكنيته أبو سعيد عن فضله وعلمه يروى أنه كان من فقهاء الصحابة وحفاظهم وعلمائهم ومن المكثرين لرواية الحديث فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ألفا ومائة وسبعين حديثا عن جهاده قالوا أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أي جي أبيه ليذهب إلى الجهاد فرده النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لأنه صغير في السن وبعد أن كبر سعد بن مالك الخدري الخزرجي شهد الخندق وباقي المشاهد بعدها مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه شهد شهد إثنتى عشرة معركة توفي رضي الله عنه عام أربعة وسبعين للهجرة ودفن في البقيع والآن رائع رائع إنه من فقهاء الصحابة وحفاظهم وعلمائهم فقد روى ألفا ومائة وسبعين حديثا نبويا تكلموا عن جهاده ممتاز لقد عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فرده النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنه ومن جهاده أيضا أنه شهد الخندق وباقي المشاهد بعدها وبلغ عدد ما شهده مع النبي صلى الله عليه وسلم إثنتى عشرة معركة والآن من يتحدث لي عن وفاته أحسنتم لقد توفي رضي الله عنه عام أربعة وسبعين للهجرة ودفن في البقيع والآن أعزائي الطلبة بعد دراستكم عن راوي الحديث الشريف ما الفضائل التي تحلى بها أبو سعيد الخدري راوي الحديث وتحبون أن تقتدوا بها رائع جدا نسأل الله أن تقتدوا بها جميعا الفقه والحفظ والعلم والحرص على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم والنقل عنه وأيضا حبه للجهاد في سبيل الله افتحوا الكتاب المدرسي على الصفحة التاسعة والثلاثين وأجيبوا عن السؤال الثالث ولنرى جميعا هل استطعنا أن نجيب عن هذا السؤال دون النظر إلى الكتاب السؤال الثالث السؤال الثالث صلى الله عليه وسلم وننتقل الآن سويا إلى الهدف الثالث وهو أن توضح معاني المفردات والتراكيب في الحديث الشريف عزيز الطالب حدد بقلمك على الكتاب المفردات الغريبة والجديدة التي تود معرفتها أو تود سؤال معلمك عنها منكم من يريد معرفة كلمة منكرا ومنكم من يريد معرفة كيف يكون التغيير باليد ومنكم من يريد معرفة كيف يكون التغيير باللسان ومنكم من يريد معرفة كيف يكون التغيير بالقلب رائع أضعف الإيمان منكم من يريد أن يعرف ما هو أضعف الإيمان وكيف يكون أضعف الإيمان نبدأ مع بعضنا البعض بتفسير وشرح هذه المفردات وتوضيحها لكم المعنى الأول لكلمة منكرا المنكر هو كل ما حرمه الشرع من الأقوال والأفعال بيده أي بالفعل فتغيير المنكر باليد أي بالفعل المباشر بلسانه أي بالقول ويكون تغيير المنكر باللسان بالنصح ونحوه بقلبه أي بالإنكار وعدم الرضا ويكون تغيير المنكر بالقلب أي بإنكار المنكر وعدم الرضا عنه أضعف الإيمان نعم كناية عن أدنى درجات الإنكار فأضعف الإيمان بتغيير المنكر تغييره بالقلب أعزاء الطلبة اربطوا بين الكلمة ومعناها من خلال كتابة رقم الكلمة المناسبة للمعنى داخل المربع رائع رائع المعنى لكلمة منكرا ما حرمه الشرع من الأقوال والأفعال ممتاز جدا معنى بيده أي بالفعل أنتم رائعون معنى بلسانه أي بالقول كالنصح ونحوه جميل جدا إجابات رائعة معنى بقلبه أي بالإنكار وعدم الرضا مميزون ما شاء الله عنكم تبارك الله أضعف الإيمان كناية عن أدنى درجات الإنكار والآن أعزاء الطلبة لنتأكد من أننا فهمنا معاني الكلمات ونستطيع توضيحها فافتحوا كتابكم المدرسي على الصفحة التاسعة والثلاثين وأجيبوا عن السؤال الثاني وحاولوا الإجابة دون النظر إلى الكتاب ما معنى كلمة منكرا؟ أحسنتم ما حرمه الشرع من الأقوال والأفعال ما الكلمة الواردة في الحديث ومعناها بالفعل؟ رائع إنها كلمة بيده ما معنى كلمة بلسانه الواردة في الحديث؟ ممتاز معناها بالقول كالنصح ونحوه ما الكلمة الواردة في الحديث؟ معناها بالإنكار وعدم الرضا أحسنتم بالإنكار وعدم الرضا أي بقلبه ما معنى أضعف الإيمان؟ ممتاز جدا كناية عن أدنى درجات الإنكار في نهاية الدرس نحاول مع بعضنا البعض أن نجيب عن الأسئلة الختامية ما أبرز فضائل راو الحديث؟ أبو سعيد الخدري لقد ذكرتم جيدا إنه من فقهاء الصحابة وعلمائهم وحفاظهم ومن أكثرهم رواية للحديث وأيضا من المجاهدين في سبيل الله السؤال الثاني ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم؟ أضعف الإيمان؟ أحسنتم إنها كناية عن أدنى درجات إنكار المنكر السؤال الثالث علل رد النبي صلى الله عليه وسلم أبا سعيد الخدري يوم أحد إجاباتكم صحيحة وهي دالة على فهمكم لقد رد النبي صلى الله عليه وسلم أبا سعيد الخدري يوم أحد لصغر سنه شكرا لكم على حسن استماعكم وإصغائكم انتهى الجزء الأول من درس المسؤولية المجتمعية ونلقاكم في الدرس القادم بإذن الله ترجمة نانسي قنقر